السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الجزء الثاني من المدن الزكية. وهنتكلم على انسانة المدن. المدن خلقت المدن الزكية من اجل الانسان ولم يخلق الانسان من اجل المدن الزكية. الهدف هو راحة الانسان وليس الهدف ان احنا ناخد جهزة افضل مدينة زكية. مش هدف ان احنا نحط حاجات سمارت سينج وخلاص. مش هسهل عن الموضوع. في مدن فيها عجزة زكية كل حاجة بس انت بتروحها. ما يكونش مستريح. ما يكونش سعيد. ما يكونش مبسوط. لا احنا عايزين مدن الانسان يكون سعيد فيها. ان التطور التكني المبهر في الحقيقة ليس هو الهدف. بل الهدف هو الانسان وراحة الانسان. وخلق افضل التجارب المعيشية لتحقيق سعادة الانسان. از ما الفائدة من بناء مدينة زكية لكنها مزعجة وغير صالحة لما هو انسان سليم صحيا ونفسيا. نريد مدن تتفاعل معنا وتحترمنا وتلبي احتياجات جميع فئات المجتمع كبيرة وصغيرها. صحيح البدن وزول الهمم دون ايزاء من انتشار امراض او توضاء او تلوث. وانشاء مدن تقلل من استخدام الطاقة وتقلل من البعثات الغازية وتشجع على سهولة الوصول الى المكان الذي تريد دون جهد كبير وتكلفة عالية. دولات اطبح في مدن بيسموها مدن عشر دقائق يعني اي مكان تعوزه ممكن توصل من خلال المترو او من خلال الوسائل العامة ليه مجرد ان انت تماشى اقصى حاجة عشر دقائق. فدي بتقلل ومتخلقش محتاج ان انت تبع عندك صارة خاصة. تمام. والمدن زكية تلبي احتياجات الفاسيولوجية الاساسية والاحتياجات النفسية مثل الامان والحماية والاحتياجات السيكولوجية مثل الخصوصية. فنحن شاكل المدن والمدن تعيي تشكيل انها ولن تكون المدينة انسانية الا بمشاركة سكانها في العملية التصميمية والتخطيطية واخذ رأيهم. فالانسان مخلوق ايجابي وغير سلبي. لانه يملك ارادة قوية فعالة ومثلة وهذه الارادة ساهمت في زهور التكنولوجيا الحديثة. على المصمم بشكل اساسي استشعار احتياجات ومطلبات المجتمع. وكيف يمكن تحقيقها من خلال التفاهم المضاقق للمستخدمين ايا ان كانت ثقافاتهم او مستوهم الاجتماعي والاقصادي وليس اشباع رغباته الشخصية. ممكن هو عايز يعمل حاجة المصمم هيخد علىها جايزة او حاجة تكون واو او او او. لا هو لازم يراعي ان الاولوية لاحتياجات المستخدم. لذلك فالمصمم في حالة حوار وتعلم مستمر مع المستخدمين من خلال التحدث معهم ومعرفة احتياجاتهم والوصول الى لغة مشتركة بهدف حل المشكلات الاقتصادية والاقتماعية وايجاد نشاطات اجتماعية نابضة للحياة وارتقاء بجودة حياة الانسان. والهم من ذلك مشاركة الناس في هذا الارتقاء. انسانة المدن مصطلح مهم يهدف لجعل المدن صديقة الانسان وليس فقط مكانا يعيش بداخله. مدينة تخدمه وتمكنه من الاستمتاع بحياته فيسعى المصمم لتعزيز البعد الانساني واجعلها اكثر جذبا لحياة الانسان. وتبني كاما مثل الاستدامة والالفة والتعاطف والرفاهية والعيش المشترك والجماليات والتضامن والاحترام والترفيه الاخرى. ولات المقصود بها الغاء السيارات الخاصة بل توفير وسائل بديلة مثل النقل العام بشكل يروعي ادمية الانسان وبسعر مناسب مع وجود السيارات الخاصة. ولعل افضل المثال على انسانة المدن لتحترم انسانية المستخدمية المدن التقريدية القديمة التي احتوت عناصر معمرية رائعة مثل المصطبة اللي يتدك المبنية الجلوس عليها والمصطبة هي مكام مرتفع كل الانجلس عليه والتي يتمع عندها الجيران لمقشة قضاياهم وتعرف على مشاكلهم والمشربية التي تسمح بدخول الهواء ووروية الشارع وتحافظ على خاصية اهل البيت. فتعرض لهواء متغيرة ومتحرك وتقدم حركة مريحة للعين وكذلك زراعة الطرق بالشجر المثمر وهيس الشجر الزينة ليكون من ها أهل المدينة وعبر السبيل. ولعلك عندما ترى الابراج العالية تتعجب من وجود دور مخصص للألات في منتصف البرج ولا يوجد دور مخصص لجمع السكان والاطفال وكبار السن ويسمح بمارسة انشطاتهم الاجتماعية. وهناك امثلة كثيرة جاديرة بالذكر على المدل الانسانية الحاليسة نذكر منها سنغافورة وتوكيو في اليابان وكوب انجهاجين في انتنمارك وموناكو على نهر الريفيرا الفرنسي وبارسل استراليا. مثلا سنغافورة. يا نعم سكان سنغافورة بأحد اقل معدلات الوفيات بين الاطفال الرضا في العالم. ورابع اعلى متوسط اعمار بين البشر. ولذي يبلغ حوالي اربعة وتمين عاما. حسب المورد في كتاب الاحسائلات العالمية. فاكتبك الذي تقدره وكالة المخابرات الامريكية. وجه سنغافورة احد اقصر نظم الاناية الصحية كفاءة في العالم. حيث يستفيد منه 80% من السكان مقابل تكلفة متفوتة حسب نوعية الخدمة ودخل المواطن. واستفيد سكان المدينة من نظام المواصلات العامة يعرف اختصارا باسم سمارت. والذي يستخدمه يوميا اقصر من مليوني شخص. وتطلق سنغافورة على نفسها وصف مدينة الحضائق. حيث تضم عشرات الحضائق العامة والمساحات الخضراء والمصارات الجبلية المحيطة بالجزيرة. واستفيد ركب الدراجات مرتد المتنزهات من شبكة الطرق والممارات اللي اتطربوا بعد الحضائق. والمساحات الخضراء اللي عاجل الممارسة الساير والجري والتي يزيد طولها الاجمالية عن 200 كم. توكيو. يعتبر انبعاث غازات الاحتباس الحراري الاقل مما هو عليه في موزن المدن الاسيوية ويفيد البنك الدولي. بان متوسط نصيب الفرد من سنغافورة الكربون في توكيو. يبلغ اربعة بوينت تمانية تسعة تن. بينما يبلغ في بكين. عشرة بوينت تمانية تن. وفي سنغافورة سبعة بوينت تمانية ستة تن. وكسنفة الغارديان توكيو كثاني مدينة في العالم من حيث ظروف الحياة الصحية. وتعتبر عمار قاتل العاصمة اليابانية الاعلى في العالم حيث الزياب لامتوسط العمل وطاقة الفرد تمانية خمسين عاما. بيرس الاسترالية. بالنسبة للمواصلات الداخلية ببيرس في خدمة الميزة حقا. حسياك في شراءة تزكارة وحدة فقط للتناقل عبر جميع انواع المواصلات. سواء كانت حفلات او كتارات او عبارات كما يوجد بعض وسائل المواصلات المجانية التي تعمل من الساعة السادسة والنصف الى السادسة والنصف مساء طوال ايام الاسبوع. امارة موناكو الفرنسية. تمانيز بشبكة المواصلات العامة صديقة البيئة. تقول استيل ان تجلي مديرة السياحة المسؤولة في هيئة سياحة بامارة موناكو. ان الحفاظ على البيئة ليس جديدا على امارة موناكو. حيث يوازل الامير البرت الثاني جهود اجدده لرفع الوعي بالمخاطر البيئية. واصمار تزيل جهود عن انشاء مستوى الامير البرت الثاني. التي تضع في مقادمة اولوياتها تغير المناخ وادارة المياه واستعادة تنوى البيئرشي. كوبانجهاجن. بدأت توفير الاموال وخفض استخدام الوقود الاحفوري. وتيسير التنقل لاجهة العاصمة الدينماركية كوبانجهاجن الى اعداد شبكة لاسلكية متنمية. تربط اضافة الطرق والكثير من اضافات الاستشعار. ومن المسؤولون ان تساعد المدينة على بلوغ هدفها بان تصبح العسامة الاولى في العالم. التي تحقق محايدة الكربون او توازن استهلاكها من السيركريد الكربون. بما تضيف منه بحلول عام 20-25. وفضلا على هدف الطموح للمدينة التي يسكنها نحو مليون ومتين الف نسمة. تسهم الشبكة في تحقيق اداف اخرى منها تنبيه جسم الصرف الصحي لتفريغ سلات المهملات. واطلاع على ركب الدراجات على المسارات الاهدة او الاسرع لبلغوا واجهتهم. كما خاصة المدينة مسارات باسم جرين ويف او الموجة الخضراء للدراجات تومت فيها اشارات باللون الاخضر لتحزير سائقة الدراجات من الاضوال الحمراء لشارات المرور. علينا تبني انسانية الامارة والامران. فالانسان هو الهدف والوسيلة مثل تطوير العشوائيات وليس ادمها. مع مشاركة الافراد انفسهم في هذا التطوير. خاصة بالاماكن التي تعتبر بالنسبة لهم متنفس طبيعي تعمل على تعزيز وتقوية الاحساس بالانتمام والارتواط وتأثر الجبين على طريق التعاملهم مع بيئاتهم وتزيد احتساسهم بالمسؤولية اتجاه ما صنعوا باديه.